لا نضحك في وجه الزمان الولى والشجنان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صبحكم الله في الخير جميعاً اليوم الفقرات جت ورى بعض فوالله العظيم أني ألغيت محاور كثير وأسئلة كثير لضيفنا ورنس عشان يكون فيه وقت للفعاليات والرياليتي فيما تبقى من باقي الوقت اليوم ضيفنا غير ضيفنا ورنس عبدالعزيز هو نجم دخل الإعلام من أوسع أبوابه بكل قوة يجيد التلاعب بالمفردات ابتسامته لها معاني عميقة له نظرة ثاقبة يستطيع قراءة ما بين السطور رغم عفويته اجتمعت في شخصيته معايير النجم الجماهيري العبقري مما صنع له جماهيرية كبيرة حياك الله يا أبو عبدالعزيز يا أهلا والله مرحبا يا أبو ناصر وتبقى وتحياء وبيض الله واجهك على استضافة جميلة وأنا أشكرك من أعماق قلبي على استضافة كلي والله يجعني عند حسن ظنك الله يحييك يا أبو عزوز ويا مرحبا والله ومسهلة خلنا ندخل على طول أهب يلقيلون مالك ومالي الله هات يقول أهب يلقيلون مالك ومالي كأنك خوية ما يخلي خوية لك حجة فيها لياظاق بالي منها رفي قدر فيشر علي سلام صاح حلسانك والله يا أبو عبدالعزيز عبدالعزيز ندخل في المحاول على طول ونحاول نختصر بإذن الله عشر دقائق بالكثير وفي فعالية بتكون بقيادتك أنت الله يتقول من تتوقع تستمر علاقتك معه من شباب البزنس لا تطالع في مسفر يعني على المدى البعيد ما فهمت أكثر مين تتوقع تستمر علاقتك معه ممكن لعشر سنوات عشرين سنة إلين تشيب أبا أقول من شباب البزنس مين تتوقع اسمعني سم أنا مقدر أحدد لك اسم وبعدين يطلع كلام ليش ما نشوفك معه وليش ما كنت معه وليش ما وفيت بكلامك جميل ممكنني أذكر لي اسم أنا أشوفه فالآن والحين أقول إن كفو وإن بيبقى معي السنين كلها وبعدين يتغير ويجون الناس يقول ليش أنت كنت تمجده وكنت تقول هو البيبقى معي أنا مقدر أحدد لك اسم للمانة لكن أقول كل من ثبت على وجه اللي أنا أعرفه وما تغير يا سلام وقام يلف ويدور أنا معه ما بعض عشر سنوات لن يبعثوا يا سلام طيب في سؤال دائم يتكرر متى أورنس يستقر في الرياضة متى أورنس يستقر في الرياضة يسكن في الرياضة ماذا كان في الرياضة إذا وافقت بنت سلطان بنت تركي ونحن ونحن لا يخليها لك ومتى توافق ومتى توافق ومتى توافق متى ما توظفت إن شاء الله في الرياضة إن شاء الله أني هذا تاغر رح نفس ما أقول تاغر أن توافق يعني أورنس يبحث عن وظيفة الإعلام ما هو ما تشوف أنه يعني يكفي شف أنا أقول لك فبداية الإعلام شف كل شخص يبحث عن وظيفة لا تقنع لا يوجد شخص يبحث عن وظيفة كلها يبحث عن وظيفة لكن أنا أقول لكم أن شيء أساسي يعني كأقنع أمي أنها تجي للرياض أقول لأنا خلاص وعندي وظيفة في الرياض ويعني أشغالي كل أبوها يما في الرياض ومشينا للرياض وإن شاء الله أنها توافق بعد وإن شاء الله الله يوفق الله يطوب طيب أورنس هل كنت تستحق أحد الجوائز ولم تحصل عليها في البيزنس من نجهة نظرك أنا ماني بأقول المراكز المراكز الألمانة لأنني أنا طلعت من البرايمات يعني أنا مقدر أحدد نفسي أنني أخذ أحد المراكز لكن أنا أرد عليك على نجم الجمهور لا لما أنا نجم الجمهور كل واحد ويعرف جمهور جماهيريت حجم جماهيريت حجم جماهيريت وحجم اللي هو وصل برا كل شيء لا تأخذون كلامي أرقام تتكلم طيب حنا نشوف مثلا قوة أورنس في برنامج التكتك هل هي في التكتك فقط ولا قوة أورنس وين مراح أورنس شف أنا بقول ما تلقى شخص يعني تلقى شخص واحد قوة تلقاه في التكتك أو تلقى قوة كلبه في اسلام كل ما دامنا ليه حساب رسمي وشخصي في التكتك أو في السناب أو في التويتر كده أنه بيكون قوي إذا كنت أنا قوي في التكتك فتأكد وكن عليقين أني قوي في السناب وفي تويتر وفي كل البرامج اللي أنا ليه حساب رسمي فيها يا سلام طيب وش أضافت لك الشهرة يا أورنس ووش عندك خطة مستقبلية إضافتها الشهرة هو شيء هي محبة الناس وشعور أنكم أكيد أنكم مريتوا فيه وأنك تمر لك في مكان وآلك اللي يناظر فيه ويبتسم لك تزرع لبتسامة في وجهة الناس الثانية يعني شيء جميل لا لا ما لا هذه أشوف أنها أكبر إضافة وأكبر غناء أن تغنيك على الدنيا ولي فيها أنك توجه لك شخص ويقول لأنا كنت أحبك في الله بدون أي شيء بدون أي مقابل لعمرك جلس معه لكن يقول أنا أحبك وأنا فعلا لقيتها يا ربك الحمد فالله يجعلني عند حسد ظنهم مقبول ومحبوب ولكماشاء الله جماهيرية كبيرة لكن هل كنت تتوقع في يوم من اليوم أنك توصل للمكانة هذه الجماهيرية أو الشهرة كجماهيرية لا كشهرة كشهرة لا ما كان أنا عندي أي متى بدل هاجس أنه ورنس يستحق أنه يكون من شهور يوم دخلت البرنامج يعني حتى اليوم الأول أو أنك في التصفيات في التصفيات أنا أريدك من أول ما دخلت من الباب لا كنت مستوعب أو أنك تقول أنا ما أدري أني قاعد أسوي صح ولا خطأ أنا في الاشتراك في البرنامج هل هو بيضيف لي هل يمكن يكون نتيجة عكسية شف أنا بيقول أنا دخلت من البرنامج يا ربك الحمد ما أذكر أني سويت لي حركة أني أنا ندمت علاقة يليتي ما سويتها ويليتي لا أنا أنا يعني كل اللي قدمت أنا راضي عليه لا يحتاج لكن أنا مقصدي أنت أنت يوم جيت حتى هنا في التصفيات أو في كان في بالك أنك تصبح يعني مشهور بالجماهيرية هذه كلها أو حتى من يوم وقت دخولك تقول ما أعرف أنا تقديمي هنا هو صح هل هو بيجيب لي الشهرة هذه كلها أو يمكن ما يضيف لي شيء أو كان عندك تردد لا 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 والله لأ المانح ما صارت ما صار هذا نهائيا لكن أول ما دخلت قلت توفيق على الله والقبول من الله والجماهرية وهذه والله العظيمة أني قلت كل شيء على الله توفيقنا على الله تستاهل والله تستاهل والله كيف تستاهل تستاهل وبدأ الجماهرية أبو عزوز تزود يا سلام لأنهم طرع والدتها توقعنا ورجع شاف قمة الجماهرية برا قال ما ستلنا ما توقعت ما شاء الله تبارك الله شوفت جماهرية غير طبيعية يقول والله يا أبو مانح أني داخل فعلا دخل على سجيتها وطرع على سجيتها فقط استاهل على طبيعتها الله يطلب الله يجعني هذا منطيب قلبك أبو عزوز هذا ذكرناه حتى في المقدمة قبل شيء نرغم عفويتا حتى في ذكاء في الموضوع طيب أورنس شايفين لك تحركات جميلة في ترتيب فيها أمور في حساباتك من بعد ما طلعت من البرنامج هل هناك من يخطط وينسق ويبدع الأفكار لأورنس أم أورنس هو قائد نفسه شوف أنا بقول لك أنا ماني بقالي كل شيء علي أنا وعلى ما قاله وما فيه يد وحدة تصفق يا سلام نهائيا ولكن أنا معي فريق دعمي اللي كانوا معي في البرنامج يا ربك الحمد بقوا معي إلى نهاية بعد البرنامج وإن شاء الله أنهم بيبقوا معي يعني معي فريق دعمي والله ما قصروا يعني هم اللي قائمين جدوى الأعمالك بالترتيب بالتنسيق بكل شيء الله يطيهم أنا شغل يعني يستحق أننا نشيد ونشكرهم والله نستهلهم ونشكرهم من هذا المنبر ويقول الله يسعدكم والله يبيض وجيكم على وقفتكم طيب أورنس يحب اسم من أربع حروف ما هو الاسم هالاسم ووش يعني له حنا دخلنا الان في الأعمال ورنس نعرف أنه صريح شف وش هالاسم هالي مستحيل نجاوب عليها لكن وش يعني لك والله يعني لالدنيا ولي فيه هذا وشيء الدنيا ولي فيها نعم تحت أقطين هالي تمام لا ما تصرح ما أصرح بل اسم نهائيا طيب تشوف أن الحب له قيود الحب له قيود ما عاتل نتجاوز نعطيه سكب حيلا وش أكثر شيء يخاف منه أورنس وش أخ اللي يخاف منه أكثر شيء يخاف منه أورنس يخاف منه الله سبحانه وتعالى والله غير الله سمعونا حنى اعتبا حنى كهو سلام عليكم طيب هل الماضي باقي متعايش معك جدا على البار ميرو موجود بدأت أنا نعم وش يذكرك فيه الماضي وش تتذكر منه يعني مواقف وهذه وش الشي الجميل اللي يخليه تعايش معك لحد اللحظة هذه بشف أنا مقدر أقول لك إنه جميل أنا أقول ما أقول إنه جميل ما هو جميل وش الأسباب ما أقول لك على الأسباب أنا أنت متى بدأت يعني حياته أورنس للأفضل هو موقف ويعاش مي طيب وش رايك نعرض صورة الحين تمام يا كنت رؤوا الصورة جاهزة طيب عرضوا لنا الصورة أبغى تعليقك على الصورة وين هذه صورة أورنس وهو طفل وين الصورة جبناها موجودة على الشاشة أبغى تعليقك على ش هالجمال ش هالبراءة أبي شوفوا الصورة طيب يمكن الشاشة بعيد أنا أوريك الصورة عندي هنا لا يوجد الشاشة لا يوجد الشاشة أنت تتوقع أي صورة يا أورنس جبناها لك لا أعلم صورة طبعا الصورة الأورنس هو صغير واضحة قدامكم أمام الشاشة على الشاشة الله ها هابي وين كانت الصورة ذي عطنا قصتها هابي طويلة العمار كنت كنا مشتجرين في الشقق وكننا مشتجرين شقة ما هو ببيت ملكي كان تحت محل للتصوير استوديو استوديو المهم يوم جاء العصر ذاك اليوم منزلنا أنا وأمي نبي أغراض من البقراني تحت وشفت الستوديو أنا وشفت الناس التي تدخل تصور معه أنا بغيت أصور أجي ما يدروا ما أمسكه 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 أنا طبعاً أمسكه اللي كان في صورة رسمية ذي حسني كنت يعني نفس ما نشوف المسوصلاته نفس ما نشوف الفلام حسني خلاص وصلت المرحلة اللي هم بصورة قمة البراعة وصورت والله ما بصورة وحدة نفسه مليون ألف صورة ومليون ألف حركة ما بدون استبلغي يعني ثمان صور طيب هذي صورة ما استشرتك فيها وعرضتها على الشاشة خذ راحتك بغيب في صورة ثانية هادي دامك استخده فيها لو العم وني بيشغلنا خلفية التوتر أو لا حنا متوترين على صوت العصفير دي متوترين متوتر الصورة الثانية لازم أخذ رايك فيها أول وأتمنى أن أورنس مثل ما عرفنا جري أن يسمح لنا نعرضها للشاشة بش الصورة أنا لازم أوركيها في الجوال أول تمام أباضة بعد عن جوالي الكاميرات لا تجيب الجوال في صورة أبوريها أورنس طبعا الصورة خاصة جدا جدا يعني من ما توقعت أني أحصل عليها لكن تفضل هذه الصورة الصورة طبعا ما حد تطلع عليها إلا أنا فقط يعني أنا بنفسي اللي جبتها ليش حدفتها؟ وشن اللي حدفتها؟ ليش حدفتها؟ ماها أقدر أتجيبها ترى؟ أنا اللي بس ألك ليش اللي جبتها؟ مو بليش التسني ليش اللي حدفتها؟ الصورة طيبة حدفتها من نفس بس تسمح لي عرضها؟ لا ما تعرضها أنا ما حدفتها من جوالك إلا ما بقيت عرضها أقدر أتجيبها ترى؟ وفي الأول وفي الأخير المصدر الأول وش؟ من؟ من تتوقع؟ ما تتوقعت تملك القوة أنك تقول اسمها؟ أقول لك شيء تملك القوة أنك تقول اسمها؟ أبقل لك شيء والله ما حد تطلع عليها إلا أنا والله شوفني أحلفها لا تحلف ما تطلع عليها إلا أنا شخصيا من المصدر لي أنا شخصيا من أين جبتها طيب؟ من المصدر؟ مصدر من؟ مصدر من؟ طيب أنت وش المشكلة لنا ما نعرضها؟ صورة خاصة فيني أنا نعم أنا لك ما تسمح لعرضها؟ قبل الفقرة قبل شوية تقول الفقرة ما فيها أي شيء يعني مهمة وغشي تجيب الصورة في محور كامل على الصورة ذي أنت كده بتقتل المحور كامل؟ قفل الفقرة كلا لا الصورة ذي؟ لا ما ترى؟ دام اللي باقي المحور كلا بوها للصورة ذي؟ شرايكم؟ راية هو وابكة سبراية أبشر يا بوالتعزي ايه والله تم لأنني كنت متحمس جدا ومرتب أشياء كثيرة عليها فا تم ولا تسألني عن مصدرها لا تحت هوا ولا فوق هوا أنت حذفتها من جوالي وانتهى ما تملك القواص؟ انتهى خلاص واخذها مني وعد ما حد يطلع عليها أنت وصلنا حذفتها خلاص راحك من عندي ترى ما عندي غيرها نسخة ترى ها؟ تمام؟ تمام خلاص؟ خلاص من قلبك؟ من قلبي نعم أنا شوف كأنك تكدر خاطرك ولا؟ ما تكدر خاطري ولا شيء لكن طيب طيب هنا والله المحاور كثير والأمور كثير لكن بما أن أبو عزوز تكدر مزاجه لا بالعكس بالعكس بس أنا أنا بيعرف المصدر الأول منه عشان لا عد تسأل خلاص أنت حذفتها وانت الموضع تم تم بس أنا بس أسأل لا عد تسأل على الهوالحين لا عد تسأل تم وعد كشيلا خاطر وعد عزيز عشان كذا نحن بنكنس للفقرة كلها وبنقفل الأمور وبنختم شكرا لكم مشاهدين الكرام نتمنى أن كنا خفيفين عليكم شكرا لك يا أورنس عبد العزيز أنت ملكت وشي القوة ثم بعدها استجبنت بالعربي وش فيك شخصونت الموضوع بعزوز كيف قوة الجبانية أشتخر الموضوع أنت طلعت سجاعتك وشي وروح تبحث عنها وجبتها طيب طيب أكمل سجاعتك ذي وطلع الاسم طلع الصورة طلع الاسم لا أشتخر الاسم طلع الاسم نفس ما طلعت ما جبت صورة يا بداية لا الاسم ما أقدر على مصدر خاص ما أقدر أبيعتك حلو على العموم وبعزوز نجهز لك فعالية تغير الجو فيها نعم ماذا؟ نعيش ماذا لا خاطر انتهى ماذا؟ حبيبي شكرا لكم شكرا لك يا أبو عزوز يا شباب شغلوا للسبيكر خاطر أبو عزوز الله يطول بعمر شكرا لكم من جلسة الشياب شكرا لكم